موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن تو اليونت الثالث الدرس الثاني play, go, or do يلعب, يذهب, أو يفعل موجود بصفحة 40 من كتاب الطالب صفحة 38 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب اللي اسمها الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوه الدورة الخامس الابتدائي بصفحة 40 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة play, or go, or do يلعب, يذهب, يفعل بالدرس السابق ذكرنا انه الرياضات نستخدم وياها نذن لتلث أفعال كل رياضة يناسبها فعل معين وكذلك ذكرنا انه بالدرس القادم اللي هو هذا الدرس رح يتم شرح الاستخدام ذن الأفعال بالتفصيل كل رياضة يناسبها فعل معين من ذن الأفعال ورح ناخذ ملاحظات عن شو نميز بين استخدام play شوك تستخدمها وياها رياضة وكذلك الgo والdo بعلى صفحة مكتوب listen and underline the verb you hear استمع وضع خط تحت الفعل الذي تسمعه هنا من طني ثلاث جمل أولا أنا ألعب كرة القدم أكيد الفعل هو play أنا أذهب للسباحة كذلك أكيد الفعل أنا أفعل الرياضات البدنية الفعل do هنا مجرد يريد أنبهني أن do وgo وplay هنا الأفعال والفيتس بول والسويمين والجيمناستيك ذن الرياضات استخدمنا ويا كل رياضة فعل مختلف عن الآخر فهنا نعند ملاحظات مكتوب let's check فلنتفقد معناها هنا الملاحظات الشوان راح أستخدم أو أميز بين استخدام الفعل play وgo وdo وكل واحد يناسب يها رياضة فهنا نضطينا ملاحظة play is for games and ball games يقول لك نستخدم الفعل play مع الألعاب وكذلك الألعاب التي تحمل كرة نستخدمها فقط مع الألعاب والألعاب اللي بيها كرة مثل كرة القدم كرة السلة فأقول I play football و I play basketball وكذلك مع games الألعاب اللي بيها اللي صير بين اثنيا كلقبة snake sun ladders الحية والدرج الملاحظة الثانية الفعل go is for many activities ending in ing نستخدمها مع النشاطات اللي تنتهي ب-ing مثل swimming rowing running إلى آخره هذا أنه كلهن ينتهن ب-ing أستخدم وياهن الفعل go ما عدا بوكسنج بوكسنج أستخدم وياه do زين الشوكة نستخدم do do is for things we like to do نستخدم الفعل do مع الأشياء التي نحب أن نفعلها like puzzles كالحزورات and none team sports والرياضات اللي ما بها فريق like karate الكاراتي هو شخص واحد هي صحيح رياضة لكن نقوم بها شخص واحد مو مجموعة أشخاص team فريق لذلك نستخدم وياها الفعل do لذلك do نستخدمها مع الأشياء التي نحب أن نفعلها مثل puzzles الحزورات وكذلك مع الرياضات التي لا يكون فيها فريق وإنما رياضة فردية خنج أنك تبذيني الملاحظات باللغة العربية على ما بدنا نحولها بالدفتر ونحاول نحفظها قبل ما نروح للامتحان نستخدم الفعل play مع الألعاب التي فيها كرة مثل football basketball وكذلك الفعل do مع الرياضات الفردية والألغاز التي نحب القيام بها الرياضات الفردية شنو يعني اللي ما بها team ما بها فريق اللي يقوم بها شخص واحد مثل كاراتي جمناستيك puzzles للغاز من الأشياء التي نحب القيام بها بعد الفعل go يستخدم مع الرياضات التي تنتهي بـ ING مثل ما وضحنا ما عدا كلمة boxing كل الرياضات اللي تنتهي بـ ING swimming running rowing نستخدموا إياها go ما عدا البوكسنج نستخدمها ويد دعنا نسويها على شكل جدول ونحاول ننقله بالدفتر هذا الجدول حاله تنقله بالدفتر وتحفظه لأن جدول جدا مهم وضحنا أن الفعل do مع الرياضات الفردية وللغاز boxing الملاكمة رياضة فردية gymnastics الرياضات البدنية رياضة فردية puzzles للغاز من الألعاب التي نحب القيام بها والكاراتيا رياضة فردية فلذلك نستخدموا إياها ندو will go cycling swimming rowing الرياضات اللي تنتهي بـ ING والفعل play مع الرياضات التي فيها كرة football basketball tennis وبعض الألعاب مثل سنيك كان لادا حية ودرج هذا ما يخص النشاط الأول عرفنا الأفعال كل فعل يناسب يا رياضة واخذنا ملاحظات عليهم سوناها على شكل ملاحظات وكذلك رتبناها على شكل جدول وقلنا هذا جدول لازم نحفظه لأن جدا مهم بالامتحان الشهري وكذلك امتحان نصف السنة واخير السنة زين شون يجينا بالامتحان قلنا من الممكن يجينا بالامتحان بالدرس السابق على شكل A حق لي أن A و B وصل للأفعال بالرياضات المناسبة أما الصيغة الثانية فما وجدها بأسفل الصفحة مكتوب write the verbs اكتب الأفعال use play go or do يجيب لي أحد ذن الجمل ويخيرني بإنذني ثلاثة اختيارات play lo go lo do مثلا number one أولا do you فراغ فوتبول هل أنت فراغ كرة القدم ويخيرني بإن play و go و do شو نستخدم وياه الفيتبول ذكرنا بالملاحظات السابقة أن الرياضات اللي بيها كرة مثل الفيتبول كرة القدم نستخدم وياها الفعل play لذلك الخيار المناسب هو الفعل play do you play فوتبول هل تلعب كرة القدم no I فراغ basketball at school كلا أنا فراغ كرة السلة في المدرسة كذلك جاب لي هذه الجملة وخيرني بإن play lo go lo do كذلك الباسكتبول من الرياضات اللي بيها كرة لذلك نخليها الفعل play play مع الرياضات التي تحمل كرة يقول لك هل أنا ألعب كرة السلة في المدرسة number two ثانيا do you فراغ rowing هل أنت فراغ التجذيف شن الفعل المناسب خيارني بأن play go و do عرفنا أن الأفعال اللي تنتهي ب-ing ما عدا boxing نستخدم وياها الفعل go فقول do you go rowing هل تذهب إلى التجذيف yes I فراغ rowing on saturday نعم أنا فراغ إلى التجذيف يوم السبت شن الفعل المناسب كذلك الفعل go لأن كذلك هي الرياضة rowing number three ثالثا do you do you karate at school هل أنت فراغ الكاراتية في المدرسة خيارني بين play go و do ذكرنا بالملاحظات السابقة أن الكاراتية هي من الرياضات الفردية ورياضات الفردية نستخدم وياها الفعل do فقول do you do karate at school هل تفعل الكاراتية في المدرسة yes I فراغ كاراتية on one day نعم أنا أفعل الكاراتية يوم الاربعاء كذلك الفعل do هذا ما يخص هذا النشاط نشاط جدا مهم بالامتحان التحريري يجيب لأحد الجمل ويخيرني بين play و go و do نستخدم الفعل المناسب حسب الملاحظات التي ذكرناها هنا بداية الدرس ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب listen and complete استمع وأكمل منطيني ثلاث أدوات what وين و where ومنطيني ثلاث صور ومجموعة فراغات شنو هذا النشاط من خلال المقطع الصوتي الأشخاص اللي موجودين بالصورة يتحدثون مثلا هذا الشخص يقول we play basketball نحن نلعب كرة السلة on Tuesday on Thursday يومي ثلاثة والخميس at the sports club في نادي الرياضة هنا إذا تلاحظون الأولى basketball basketball رياضة إذا أردسل عن الرياضة اللي يقومون بها هؤلاء الأشخاص أستخدم الأداة what أقول what do they play ماذا يلعبون they play basketball يلعبون كرة السلة إذا أردسل عن الوقت أو الأيام اللي لعبون بها الباسكتبول أستخدم الأداة when when do they play basketball متى يلعبون كرة السلة they play on Tuesday on Thursday يلعبون يومي ثلاثة والخميس أما الجملة الثاثة at the sports club في نادي الرياضة إذا أردسل عن نادي الرياضة هو مكان أستخدم الأداة where أقول where do they play basketball أين يلعبون كرة السلة يجاوبني يقول لي at the sports club في نادي الرياضة يقول لك مثل ما طلعنا ماذا يلعبون ومتى يلعبون وأين يلعبون من خلال الصورة الأولى أريدك من خلال المقطع الصوتي تعرف ذول الأشخاص ماذا يلعبون ومتى وأين يلعبون رياضاتهم فمثل ما تلاحظون where تسأل عن المكان when تسأل عن الزمان والوضع تسأل عن النشاط أو الفعل وهذا التمرين ينحل من خلال المقطع الصوتي فرح نسمع المقطع الصوتي ونتعرف عن الرياضات اللي لعبوها هؤلاء الأشخاص والأيام اللي لعبون بها هاي الرياضات والمكان وبعد نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط خلن نسمع المقطع الصوتي واشي تسأل عن الزمان Track 43 Unit 3 Lesson 2 Listen and Complete This is a picture of my brother and me We play basketball every Tuesday and Thursday We play at the sports club We love playing basketball This is my friend Sally and me In the summer we play tennis on Saturday and Sunday We play at the tennis club My mum and dad play tennis too This is a picture of my sister our little brother and me Our little brother is learning to swim There is a swimming pool at the sports club We go swimming after school on Monday and we go again on Saturday إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وحلينا ظن الصور على أساس المقطع الصوتي عرفنا الرياضات اللي لعبها هؤلاء الأشخاص مثلا الصورة الأولى ودوا They play ماذا يلعبون الأستاذ يسأل التلميذي جاوب They play tennis يلعبون التنس يسأل مرة أخرى When do they play tennis متا يلعبون التنس They play tennis on Saturday and Sunday يلعبون التنس يومي السبت ولا أحد يسأل مرة ثانية Where do they play tennis أين يلعبون التنس at the tennis club في نادي التنس الصورة الثالثة الأستاذ يسأل What is the sport ما هي الرياضة والنشاط اللي دي قوموا بها على الأشخاص They go swimming يذهبون إلى السباحة يسأل الأستاذ مرة ثانية When do they go swimming متا يذهبون للسباحة On Monday and Saturday يومي الاثنين والسبت Where do they go swimming أين يذهبون للسباحة وين المكان مخصص للسباحة اللي يذهبون التنس يجاوب at the sport club في نادي الرياضة هذا مجرع النشاط الصفي لتطوير مهارة الاستماع وكذلك لمراجعة أدوات السؤال What وين و Where ننتقل إلى أسفل الصفحة مكتوب لك The class A's survey أنظر إلى الأحصائية أو المسح الميداني لشعبة A تعمل منطين أحصائية أو مسح ميداني Class A are doing a survey شعبة أليف أو شعبة A مسوين أحصائية About sports and activities they like عن الرياضات والنشاطات التي يحبوها مسجلين اسماءهم ومسجلين الرياضات وكل تلميذ واضع صح على الرياضة اللي حبها Look at what they like to do انظر في هذه الأحصائية إلى الرياضات التي يحبون القيام بها فمثلا منطين كمال زينة ديمة نديم محمد ورفل ويحية ومنطين مجموعة من الرياضات سويمينج كاراتي جيمناستيك فيتبول سايكلينج تنس وكمبيوتر جيمز فهنا أنا سألين للطالب الأول مثلا قال له what is your favorite sport ما هي رياضاتك المفضلة هو وضع صح على السويمينج فيتبول والكمبيوتر جيمز وهكذا سألو زينة what is your favorite sport ما هي رياضاتك المفضلة جابت لهم قالتهم جيمناستيك والتنس وضعت عليه صح وديما كذلك سألوها ديما مختارة التنس والكمبيوتر جيمز وهكذا مع البقية فصارت أدي حصائية عن الرياضات والنشاطات اللي يحبوها شعبت أي شي ريد من عندي ريد من عندي أن ask and answer أسأل وعجب كل تلميذ يسأل سؤال يسأل بقية التلاميذ والسؤال مثلا يسألهم يقولهم how many pupils كم عدد التلاميذ يذهبون مثلا يذهبون للسباحة فالتلاميذ المفروض يجوابون على هذا السؤال من خلال الإحصائية يحسبون كم عدد التلاميذ اللي يذهبون للسباحة كمال ومحمد يذهبون إلى السباحة كم عدد التلاميذ الجواب الصحيح two pupils الأستاذ يسأل مرة ثانية مثلا يقولهم كم عدد التلاميذ الذين يفعلون الرياضات البدنية كذلك التلاميذ المفروض يجوابون يحسبون الإحصائية كم عدد التلاميذ اللي يفعلون الرياضات البدنية واحد اثنين اثنان من التلاميذ وهكذا مع البقية سؤال ثاني يسأل الأستاذ does Dima مثلا do كاراتيا هل Dima تفعل الكاراتيا مثلا فهنان الطالب يروح على Dima يشوف هتحب الكاراتيا أو تفعل الكاراتيا لا ما حاطى عليها علامة صح إذن يقول no she doesn't كلا هي ليست كذلك قد الاستاذ يسأل السؤال الثاني مثلا يقول does كمال play football هل كمال يلعب كرة القدم المفروض التلاميذ من خلال الأحصائية يجابون يقول yes he does نعم هو كذلك يلعب كرة القدم وهكذا مع البقية السؤال الثالث مثلا do كمال عن Dima play computer games هل كمال وديما يلعبون العاب الحاسوب الطالب يشوف كمال نعم يلعب العاب الحاسوب وديما كذلك تلعب فيقول yes they do نعم هم كذلك ليش they لأن كمال وديما جمع عوض عنهم بالضمير they إذن هذا مجرد نشاط صفي لجعل الطالب يستخرج الأجوبة من خلال الأحصائية غير مهم بالامتحان الشهري أو امتحان نهاية السنة أو نصف السنة هذا مجرد يخلي التلميذ يفكر يستخرج الأجوبة من خلال المسح الميداني أو الأحصائية اللي منطينيها في على الصفحة ننتقل إلى كتاب النشاط سمرين A the verbs are wrong الأفعال خاطئة rewrite the sentences with the correct verbs أعد كتابة الجمل بالأفعال الصحيحة فهنا نمنطيني الجمل الفعل ما لتها خاطئ لازم أغير الفعل حسب الرياضة المناسبة له ننتقل مثال هو number one أولا I play gymnastic أنا ألعب gymnastic نحن نعرف أن gymnastic هي من الرياضات الفردية والرياضات الفردية نستخدم وياها الفعل do فيقول I do gymnastic بدلت الفعل play بالفعل do صارت الجملة صحيحة كذلك مع البقية هذا تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري خصوصا بسؤال القواعد يجيب لي أحد ذن الجمل ويخلي لي بين قوسيا correct صحح يطلب مني أني أصحح الفعل فهنا أنا أشوف الرياضة شنين نناسبها يا فعل حسب الملاحظات اللي أخذناها بداية الدرس أشين الفعل اللي منطيني وخلي الفعل المناسب number two ثانيا I play puzzles أنا ألعب الألغاز الخطأ بالفعل play شنين نناسب puzzles احنا نعرف أن puzzles الألغاز يناسبها do I do puzzles أنا أفعل الألغاز number three ثالثا I do basketball أنا أفعل كرة السلة الفعل خاطئ عرفنا أن الباسكتبول هي من الرياضات اللي بيها كرة والرياضات اللي بيها كرة نستخدم وياها الفعل play فأقول I play basketball أنا ألعب كرة السلة number four رابعا I go football أنا أذهب كرة القدم الفعل خاطئ عرفنا أن الفيتبول هي من الرياضات اللي بيها كرة وأن الفعل اللي نناسب الرياضات اللي بيها كرة هو الفعل play فأقول I play football أنا ألعب كرة القدم number five أذهب كراتية في النادي الفعل خاطئ نعرف ان الكراتية هي من الرياضات الفردية والفعل اللي ناسب الرياضات الفردية هو الفعل فأقول أنا أفعل الكراتية نمبر سيكس سادسان أنا أفعل التجذيف يوم السبت الفعل خاطئ نعرف ان الرياضات او النشاطات اللي تنتهي بـ ING يناسبها الفعل GO لذلك أقول أنا أذهب للتجذيف يوم السبت هذا ما يخص تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري يجيب لي أحد الجمل ويخلي لي بين قوسين correct صحح الفعل فأخلي الفعل المناسب للرياضة حسب الملاحظات اللي أخذناها ببداية الدرس ننتقل الى تمرين B Write the activities in the correct list ضع الرياضات او النشاطات في الحقل الصحيح منطيني ثلاث حقول حقل الـ Do حقل الـ Go حقل البلاي كل حقل يناسب مجموعة من الرياضات أخلي الرياضة بالحقل المناسب لها حسب الملاحظات اللي أخذناها ببداية الدرس مثلا نجي على باسكتبول كرة السلة من الرياضات اللي بيها كرة ونعرف ان الرياضات اللي بيها كرة نستخدموا بياها الفعل بلاي فأخليها بحقل البلاي بوكسنج الملاكمة عرفنا ان البوكسنج صحيح منتخي بـ In-G لكن ما نستخدموا بياها Go الوحيد ان نستخدموا بياها Do فأخليها بحقل 田 vocêcly منتخب خلال ل 다른 Go نستخدمها من الرياضات اللي تنتهي بال-In-G football من الرياضات اللي بيها كرة أستخدموا بياها الفعل بp-play لأن نستخدم الفعل ب seis ماع الرياضات اللي بيها كرة gymnastic الرياضات البدنية من الرياضات الفرية نستخدموا بياها الفعل Do روينغ منتحية باينجية أستخدم وياها الفعل Go بازلز الغاز نستخدم وياها الفعل Do كاراتيا كذلك Do سنيكس and ladders الحية والدرج بلاي والسويمينغ السباحة من الرياضات المنتحية باينجية أخليها بحق للGo والتنس من الرياضات اللي بيها كرة فأخليها بحق للبلاي كذلك هذا تمرين تمرين جدا مهم قلنا هذا الجدول للحفوظ نفسي تهاجد والنقلناه في بداية الدرس لذلك لازم أحفظه جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن نجيب لي اياه مثل ما وضحنا أما على شكل وصل الأفعال بالرياضات المناسبة أو مثل ما أخذنا بالنشاط السابق نجيب لي جملة الفعل ما لاتها خاطئ وصحح الفعل حسب الرياضة أو يجيب لي جملة بها فراغ الفعل ما لاتها محذوف ويخيرني بيني ثلاثة أفعال فأضع الفعل المناسب حسب الرياضة المناسبة ننتقل إلى تمارين D أكمل المحادثات استخدم الكلمات اللي منطنياهن في الصندوق فهنا هنا محادثة فراغ رفل بلاي تنس أون فراغ وعلامة استفهام فهنا هنا بما أن الجواب بنو نحن نعرف أنه إذا السؤال بدأ فعل مساعد يكون الجواب عننا ما بيس أو نو إذن لازم هنا خلي فعل مساعد فخلي داز لو دازنت أكيد الفعل داز داز رفل بلاي تنس هل رفل تلعب التنس أون في نحن نعرف أن الأون حرف الجر يأتي قبل أيام الأسبوع فخلي ونس داي أون ونس داي هل رفل تلعب التنس يوم الأربعة نو شي فراغ أخذ الفعل دازنت اللي هو المختصر ما داز نوت نومبر تو ثانيا فايفوريت لايك ووات فهنا هنا بما أن السؤال ونلاحظ أن الجواب ما بدأ بيسونه إذن لازم تبدأ الجملة بأداة السؤال فأقول ما هي رياضتك الفراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ أقول فايفوريت ما هي رياضتك المفضلة أخذناها بالدرس السابق بموضوع السؤال عن الرياضة المفضلة للشخص معين ما هي رياضتك المفضلة فإذا أريد أن نجاوب على هذا السؤال شعبة البي أو شعبة الباع مثل ما أخذنا قبل دقائق الأحصائية اللي مسويها لشعبة أي أو شعبة الألف هنا أنا مسوينا أحصائية ثانية لشعبة البي لكن مسوي لي مجموعة أسئلة وهذه الأسئلة ناقصة فلازم أكمل هذه الأسئلة من خلال الأحصائية أكمل الأسئلة التالية طبعا هذا التمرين غير مهم مجرد نشاط صفي لجاء الطالب يفكر بالحصائية مثلا نمبر وان أولا هومني بيوبلز فراغ ومجاوبني ثري ميرا ولانا وأمل كم عدد التلاميذ فراغ شن الكلمة أو الجملة أو العبارة المناسبة للفراغ سألني كم عدد التلاميذ عرفنا أن الهومني جوارها اسم جمع بعدها لازم فعل مساعد وتأكمله كم عدد التلاميذ الذين فراغ ومجاوبنا على هذا السؤال ثري ثلاث تلاميذ ميرا ولانا وأمل هنشوف شنو الشيء اللي يجمع ذول الثلاثة ميرا ولانا وأمل بدأتلاحظ ميرا ولانا وأمل مجتمعين بالبلاي كومبيوتر جيم فاشاقول هومني بيوبلز كم عدد التلاميذ بلاي كومبيوتر جيمز يلعبون ألعاب الحاسوب صارت عدد جملة كاملة وجاوبني قال لي ثلاثة ثلاثة يلعبون ألعاب الحاسوب اللي هم ميرا ولانا وأمل ثلاثة هم يلاحظون اللي يلعبون ألعاب الحاسوب ثانيا هو فراغ تنس أمل عن جود من فراغ التنس ومجاوبني قال لي أمل وجود خنشوف أمل وجود شي سموون أمل وجود والسؤال بي تنس أمل وجود إذن شاقول أقول هو بلايز تنس من الذي يلعب التنس جاوبني قال لي أمل وجود هم من يلعبون التنس نمبر ثلاثة ثالثا What is the last B's فراغ activity It's playing football سألني قال لي ما هو النشاط الفراغ لشعبة بي وجاوبني على هذا السؤال قال لي It's playing football إنه لعب كرة القدم فخنشوف لعب كرة القدم شن يمثل بالنسبة لشعبة بي لاحظ Play football لاحظ إن معظم طلاب شعبة بي يفضلون لعب كرة القدم إذن شاقول أقول What is the last B's Favorite activity ما هو النشاط المفضل لشعبة بي والجواب يكون إنه لعب كرة القدم نمبر فور رابعا What's the last B's He does karate and plays football ماذا فراغ يفعل هو يفعل كراتي ويلعب كرة القدم فخنشوف من هذا الشخص اللي يفعل كراتي ويلعب كرة القدم نلاحظ ويني كراتي هاي الكراتي وكرة القدم لكن هاي go cycling ما ريده هذا الشخص يفعل كراتي ويلعب كرة القدم وما عنده شيء ثاني إذن منه هذا الشخص نسيم فشقول ما الذي يفعله نسيم ما الذي يفعله نسيم الجواب يكون He does karate يفعل كراتي ويلعب كرة القدم هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهري أو امتحان نصف السنة أو أخير السنة مجرد نشاط صفي لجعل الطالب يفكر أكثر عن الأسذة المتعلقة بهذه الإعصائية هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بملاحظات أكثر عن استخدام الأفعال play وgo وdo وكذلك وضعناها على شكل جدول وقلنا لازم نحفظ هذا الجدول بالإضافة لذلك تعرفنا على كيفية اللي تجينا بها بالامتحان ووضحنا شوان تجينا بالامتحان عن طريق النشاط اللي موجود بكتاب الطالب وحليناه باستخدام الاختيارات أو على شكل التمرين اللي موجود بكتاب النشاط اللي طلب من عندي إنه صحح الفعل وعرفته من خلال كلمة correct ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبو أن تقدموها تقدرون تتواصنوا على حسابات الموجودة بانكم على الشاشة